مرحبا بكم في برنامج أعمال الشرق الأوسط هذا الأسبوع نطلع على تداعيات اجتماع البنك المركزي الأوروبي وفي بيزنس سنامشوت افتتاح مركز أبوظبي المالي العالمي على الرغم من الحفاظ على سياسته دون تغيير إلا أن البنك المركزي الأوروبي تمكن من أعطاء دفع إيجابية للأسواق الأوروبية تصريحات ماريو دراقي قد تكون أرسلت إشارة طمأنة المستثمرين بأنه ربما هناك زيادة في برنامج التحفيز الأوروبي في شهر ديسمبر المقبل ولكن هذه الإشارة أغرقت اليورو أمام سلة العمولات ليحقق أكبر هبوط ليوم واحد أمام الدولار منذ تسعة أشهر قبل البدء بالنقاش لنتابع التقرير التالي ونعود كما كان متوقعا على نطاق واسع البنك المركزي الأوروبي لم يغير سياسته الحالية ماريو دراقي بعد اجتماع للجنة السياسية النقدية للمركزي الأوروبي في مالطة أشار إلى أن البنك قد يتخذ إجراءات تحفيزية في دسمبر المقبل كما تمت مناقشة موضوع تخفيض سعر الفائدة على الودائع أيضا ناقشنا بالفعل احتمال خفض معدل الفائدة على الودائع إنها واحدة من الأدوات السياسية النقدية التي أشير إليها والتي تمت مناقشتها بعد تصريح دراجي وبعد خفض سعر الفائدة في الصين سجل اليورو أكبر انخفاض يومي في تسعة أشهر وب2.83% حتى يوم الجمعة أمام العملة الأمريكية وارتفعت الأسهم الأوروبية على إثر تلميحات بزيادة الأموال في برنامج التحفيز الأوروبي مؤشر داكس في ألمانيا ارتفع يومي الخميس والجمعة إلى حوالي 5.69% والمؤشر كاك أربعون الفرنسي 5.32% للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا كما في كل أسبوع كيفر استراتيجي الأسواق في 80S Securities من أبوظبي نور الدين الحموري أهلا بك نور حديث درادي أعطى دفع إيجابية للأسواق الأسبوع الماضي إلى أي مدى يمكن أن تستمر موجة الارتفاع في الأسواق الأوروبية وهل أثر تدخل البنك المركزي الصيني بتخفيض سعر الفائدة؟ نعم كما هي العادة الأسواق تفاعلت من جديد مع توقعات بأن يكون هناك المزيد من الإجراءات التحفيزية الجديدة بغض النظر عن ما هي هذه الإجراءات لكن الشيء المهم هنا أن البنك المركزي الأوروبي لم يتخذ أي إجراءات جديدة في الاجتماع الأخير بمعنى الأسواق عادت لتحرك تبقى للتوقعات وليس على حقائق وهو ما يبقين نوعا ما حذرين حول الارتفاعات الحالية للأسواق العالمية خصوصا وأن أيضا نتائج الشركات للربع الثالث غير مشجعة بالإضافة إلى أن توقعات الربع الأخير من العام الجاري أيضا تعتبر أقل مما كانت عليه في السابق أما بالنسبة للبنك المركزي الصيني بالتأكيد التدخل أعطى المزيد من الدفع أو دفع جديدة للأسواق الأسيوية وأيضا السوق الصيني شهدنا ارتفاعات خلال بداية الأسبوع بحوالي الواحد في المئة نعم نور بعد هبوط اليورو الذي شهدناه الأسبوع الماضي ما هي توقعاتكم وهل من أثر على حركة تداول العمولات في منطقة الشرق الأوسط؟ نعم في الشرق الأوسط على الأقل شهدنا ارتفاع زخم التداولات بشكل كبير على منصاتنا وخصوصا يومي الخميس والجمعة الماضيين بسبب اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لماريو دراقي الجميع كان أو المعظم في الأسواق كان يقوم ببيع اليورو بمجرد ما تم الحديث عن احتمالات خفض الفائدة على الوداع وهذا الشيء لم يكن متوقع في الأسواق لكن هنا نود أن أذكر ما حصل خلال اجتماع الشهر الماضي من البنك المركزي الأوروبي والذي قد يكون أيضا نفس الاجتماع الذي حصل الأسبوع الماضي حيث في ذلك الوقت أيضا لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بعد وهو ما أدى خلال الشهر الماضي إلى ضعف اليورو في البداية ومن ثم عاد اليورو إلى الارتفاع الأهم من ذلك كله أيضا أن الأسواق هذا الأسبوع لموعد مع مجموعة كبيرة من الأرقام الاقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها طبعا قرار الاحتياط الفدرالي لشهر أكتوبر والذي قد لا يساعد الدولار كثيرا وبالمقابل قد نعود ونشهد حالة من الاستقرار اليورو مرة أخرى شكرا لك نويل شكرا جزيل سوق أبوظبي العالمي يفتح أبوابه للمستثمرين في العاصمة الإماراتية المركز العالمي الجديد هو جزء من خطة حكومية لتنويع المؤسسات الاقتصادية بعيدا عن قطاع النفط وأيضا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي قد يصد الفجوة في يوم التداول العالمي ما بين توكيو ولندن مراسلة يورو نيوز ريتا دي لبريتي توجهت إلى أبوظبي وأعدت لنا بزنس سنابشوت مركز أبوظبي المالي العالمي أعلن عن بدء تلقيه لطلبات المؤسسات المالية الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل فيه المشروع قائم على فكرة منطقة حرة لها إدارتها ونظامها القضائي المستقل بالإضافة إلى عفاءاتها الضريبية الخاصة بها الأمر الذي يشكل عامل جذب هام لاستقطاب البنوك والشركات من أنحاء العالم وسيكون التركيز في بداية الأمر على إدارة الثروة والأصول والأنشطة المصرفية الخاصة أبوظبي اختارت أسماء بارزة لإدارة المشروع حيث تم تعيين اللورد ديفيد هوب رئيسا لمحاكم سوق أبوظبي العالمي والذي سيتولى مسؤولية الإشراف على إطار العمل القانوني لسوق أبوظبي العالمي وريتشارد تينجا المدير التنظيمي السابق لبورسة سنغافورة تولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية الجديدة للسوق وأحمد علي الصائغ رئيس مجلس إدارة المركز الذي يقع في جزيرة الماريا التي تبعد حوالي 130 كم عن مركز دبي المالي العالمي الذي يخوض المنافس يبدأ سوق أبوظبي العالمي أعماله في مواجهة تحدي فرض هويته مقارنة بأقرب سوق مالي منافس له في دبي أحمد علي الصائغ رئيس مجلس إدارة السوق يؤمن بأن هناك مجال لمركزين يكملان بعضهم البعض كما هو الحال بالنسبة للقطبين الأسيويين الماليين سنغافورة وهونغ كونغ ريتا دل بريت أيرو نيوز أبوظبي هذا كان كل شيء لهذا الأسبوع شاركونا بأرائكم ومقترحاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقناة يورو نيوز عبر هاشتاغ بيزنس ميدليست شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء